لما بتيجي أمام يسوع المسيح لازم تتغير لازم تتغير والله ببتدي يشكل حياتك وبتتغير حتى تكون مشابه صورة يسوع يعني بتصير مسيح صغير على هذا الأرض وخلي بالك عم نحكي عن الإجرام والقتل وكله يعني الرب احنا عارفين الكلمة الأخيرة للرب هذا كله يعني يمكن مؤقد وأوقات يمكن صعبة لكن خلينا أقول لكل حتى الإرهابيين كل شخص عم تقتلوه ألف واحد عم بيجي للمسيح ألف فإذا ما حلتهش المشكلة بالعكس هاي مشكلة حلوة وبعدين كل واحد بتقتلوه فعلا المسيحي الباقيين عم بيتشددوا بالإيمان وحتى المسلمين اللي اعتنقوا المسيح صاروا مسيحيين عم بيتشدد إيمانهم أن يكونوا جرئين أكتر وأكتر وكل ما بتقتل شخص خليني أذكرك أنه الله محضر حصاد نفوس كبير كبير جدا فاحنا بنتكلم من موقع النصرة لكن من موقع المحبة يعني مش راح تخلص على المسيحية قال يسوع المسيح أبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها خلاص مستحيل لأنه مين اللي بيبنيه الكنيسة الرب وفي واحد كان مارس يمكن بسبب الدين والتعصب بتاعه كان يحاول بده يقتل ويلقى القبض على المسيحين اللي هو شاول الترصوصين الرب التقى معاه على الطريق إلى دمشق اللي هو بولوس الرسول وبولوس الرسول فعلا أصبح الشخصية العملاق في المسيحية اللي لليوم الناس بترجع للمسيح بسبب تعليم بولوس الرسول وشهادته ليسوع المسيح